موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتير جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاق عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتير جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا وهي فرصة بتطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفيازين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص كتير التقديم والبول فيها حصرية عن طريق قناتنا بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة وحب اناوي كمان جميع رابط جربتنا على واتساب وجربنا على فيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاو موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو طيب خلانا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في اسبانيا تمام طيب خلانا نتعرف على الفرصة بشكل اكبر الدولة اللي هيكون فيها هذا التدريب هي دولة اسبانيا تمام هيكون التدريب ده موجود في مدينة بندورم تمام دي المدينة اللي هيكون موجود فيها التدريب في دولة اسبانيا طيب الدول المتاحة للتقديم في هذا التدريب بيقولك ان جميع الدول متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم على الفرصة بكل سهولة تمام طيب ايه هي الجهة المانحة مين الجهة اللي هتشمل التدريب ده واللي هتكون منظمة لهذا التدريب هي عبارة عن شركة اسمها توريزم اجانسي اللي هي اس اي ايه تمام ده اسم الشركة طيب دي الشركة المانحة والجهة المانحة طيب اهداف التدريب ده ايه يعني انت في التدريب ده المفروض حضرتك هتعمل بيقولك هو تدريب في احد فنادق المدينة تمام يعني المدينة دي اللي هي بندور هيكون تدريب في احد الفنادق يعني الشركة دي هي لها شراقة مع الفنادق اللي موجودة في المدينة تمام وزي ما قلنا ان هو تدريب في احد الفنادق التي تتعامل معها الشركة المانحة وهو تدريب في قسم الاستقبال هيكون تدريب على قسم الاستقبال ومكتب الاستقبال وتشمل المهام الرئيسية زي خدمة العملاء تسجيل الوصول والمغادرة للزبناء جمع المدفوعات ادارة الحجز آآ وكمان المتدرب بعد لما بياخد التدريب هيكون قادرا على تنفيذ المهام بشكل مستقل تمام يبقى انت الشركة دي اللي هي هتساعدك انك هتاخد تدريب في احد الفنادق الموجودة في المدينة في اسبانيا تمام والتدريب ده هيشمل جوانب كتيرة جدا زي مدفوعات ادارة الحجز والحاجات اللي زي دي تمام كلا يبقى ده بالنسبة لاهداف التدريب او الحاجات اللي انت هتاخد عليها هذا التدريب طيب مدة التدريب ده قد ايه التدريب ده مدته على الاقل تلت شهور يعني انت لازم تقعد معهم على الاقل تلت شهور تمام ولو عايز تزود عن التلت شهور مسموح ولكن ما نفعش تقعد اقل من تلت شهور طيب بداية التدريب ده امتى المفروض ان انت تبدأ امتى هذا التدريب اذا تم قبولك يمكنك ترتيب الموعد للسفر والتدريب مع الجهة المنحة التدريب ده جماعة بيبدأ من عشرة نوفمبر تمام لحد واحد وتلاتين اكتوبر سنة الفين واحد وعشرين تمام وانت ليك الحق في خلال المدة دي كلها من شهر نوفمبر الجاي الفين وعشرين حتى واحد وتلاتين اكتوبر القادم في الفين واحد وعشرين انك تختار مدة التدريب اللي انت عايزها وتنسق مع الجهة المانحة امتى انت عايز تسافر وتبدأ التدريب تمام كده يبقى انت اللي بتحدد الموعد مع الفرصة المنحة ودي حاجة كويسة بالنسبة للطلاب بالنسبة للناس اللي بيكون وراها ارتباطات او موعيد فيقدروا ان هم يشوفوا المدة المناسبة ليه تمام طيب بالنسبة ليه التمويل ركز ما معي عشان تمويل هذه الفرصة تمويل منتاز اول حاجة هيكون التدريب مجانا انت مش تدفع اي مصاريف للتدريب كل المصاريف الخاصة بالتدريب وما الى ذلك هتكون على حساب الشركة المانحة الفندو اللي انت هتاخد فيه تدريب هيكون فيه سكن تابع للفندو تمام كمان هيكون فيه راتب شهري اه ومكافئات مالية زي ما هم قالوا هيكون فيه راتب شهري كمال وهيكون فيه مكافئات مالية زي حوافز وماء الى ذلك مصاريف النقل بيكون فيه بطاقة بطاقة دي للنقل بتستخدمها وهتكون بالمجان هتم اعطاها لي بحيث ان انت متدفعش اي مصاريف للتنقل داخل المدينة. تمام? كمان هيتم عمل رحلات استكشافية في المدينة. يعني رحلات استكشافية آآ خروجات ما الى زلك كل ده هيكون على حساب آآ الشركة والجهة المانحة لاستكشاف المدينة والبلد. تمام? كمان ممكن العمل بشكل رسمي ازا اتمامت مدة التدريب. يعني لو انت تميت مدة التدريب وخلاص بقيت شخص قادر على العمل بنفسك وخدت التدريب الكافي. والشركة شافت ان انت شخص ممتاز اثناء التدريب ممكن انك تشتغل معهم بصفر رسمية. تمام? ده بعد انتهاء التدريب. طيب ده بالنسبة ليه التمويل? آآ بالنسبة يا جماعة لتذاكر الطيران الشركة او الجهة المانحة مش بتشمل تذاكر الطيران. يعني كل حاجة بتشملها من راتب من ساكن ما الى زلك لكن تذاكر الطيران لا. تمام? طيب. آآ كمان بقى ركز معي من افضل مميزات الفرصة بجانب التمويل ان هيكون فيه كرس لتعلم اللغة الاسبانية يعني انت هتتعلم اللغة الاسبانية مجانا على حساب المنحة هيكون في كرس لغة بتقدر تاخده كمان على حساب المنحة عشان تتعلم اللغة الخاصة بالبلد. تمام? طيب هنا عندنا ملاحظات. هذه المنحة لا تحتاج شارة لغة انجليزية عند التقديم. وحط مية خط تحت الشرط ده او تحت الملاحظة دي. المنحة دي مش مطلوب منك انك تقدم شارة لغة بتثبت مستويك. ولكن يا جماعة انتم مسافرين لدولة تانية. يعني انت شخص دلوقتي موجود فليكن في مصر مسلا. تمام? فانت مسافر للدولة تانية اكيد اسبانيا ما بيتكلموش فيها عربي. فايه اللغة اللي انت هتقدر تتواصل مع الناس بها هي اللغة الانجليزية. تمام? فبالتالي محدش يطلع يقول طيب ما انت بتقول مش محتاجين شارة لغة. معنى كده ان مش محتاجين كمان انك كون بعرف انجليزي. او او اسباني او كده. هم مش محتاجين انك تكون بتعرف اللغة الاسبانية. ولكن على الاقل لازم تكون بتعرف شوية انجليزي او انجليزي بتاعك متوسط بحيس تقدر تتواصل مع الناس هناك. انت شخص ما عندكش اي محصلة في اللغة الانجليزية. طيب اما تروح تتواصل مع انبو العربي اكيد ما ينفعش. يبقى لازم يكون عندك شوية او محصلة من اللغة الانجليزية بحيس تقدر تفهم الناس هناك. هو مش مطلوب شارة لغة ولكن تعرف انجليزي شوية ده برضو مطلوب يا جماعة. تمام? طيب. اه هذه المنحة متاحة للجميع ولجميع المراحل الدراسية. من طلاب وخريجين. سواء انت طالب بتدرس سواء خريج متاح لك التقديم. كمان لا تحتاج اي خبرة سابقة. لو انت اه مثلا بتدرس طب فلياكن. وانت حابب انك تاخد تدريب في هذا المجال. ممكن تقدر عادي. حتى لو انت مجالك مختلف عن مجال الفنادق او الكلام ده كله وحب انك تسافر وتاخد تدريب وتتعرف على اشياء اكتر ممكن عادي جدا. حتى لو انت ما عندكش اي خبرة ممكن تاخد التدريب وتقدم فيه. تمام? طيب. هذه المنحة ليس بها حد اقصى للعمر. ما فيش حد اقصى للعمر في هذه المنحة. تمام? يعني سنك كبير سنك صغير مش مشكلة بتقدر تقدم عادي للفرصة. ولكن طبعا الافضل ان يكون المنمم في السن يا جماعة او الحد الادنى للسن سبعتاشر سنة. ده الافضل. تمام? والحد الاقصى هو مفتوح للعمر. طيب ايه هو المطلوب للتقديم? عشان تقدم في الفرصة دي انت محتاج تملق المنحة كاملا. فيه للمنحة لازم تملاها بشكل كامل. اضافة كتابة جميع المقالات والمعلومات في هكون فيه عدة مقالات ومعلومات مطلوبة لازم تملاها بشكل كويس. كمان ارسال خطاب النية. فيه خطاب نية لازم تعمله بشكل كويس اللي هو تعمله بشكل منظم ومنصق عشان ترسله للمنحة. دي الاشياء المطلوبة عند التقديم. مش مطلوب لا جواز السفر ولا اي شيء. اخر موعد للتقديم للفرصة دي هو واحد وتلاتين اكتوبر الفين وعشرين. ده اخر معاد للتقديم. تمام? طيب. هنا عندنا ملاحظة ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها. يعني لو عايز تقدم ان اخلالنا على المنحة دي متاح. الخدمة التانية خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم لاي منحة وفرصة انت عايزها. بنجهز لك الاوراق اللي بتحتاجها معظم المنح وانت بتستخدم هزي الاوراق وتقدم آآ بيها في اي منحة انت عايزها. وطبعا آآ رابط استمرت كل خدمة من الخدمتين اللي انا قلتهم هتلاقوه موجود في صندوق الوصف اسفل. الفيديو تم له رابط الاستمرار الخاصة بالخدمة اللي انتوا عايزينها وان شاء الله بإذن الله هتم التواصل معاكم في قرارة وقت وترتيب كل التفاصيل. طيب هنا الفرصة حتى ملف عن السياحة في مدينة بين دورم والتدريب تمام يعني بيوريك ازاي الاشياء السياحية الموجودة في المدينة وما إلى ذلك. فانت ممكن تضغط على هذا الملف ملف بي دي اف هيفتح معاك في كل التفاصيل تقدر تطلع على الاشياء اللي موجودة في المدينة وازاي السياحة بتكون في المدينة. طيب بعد كده بنخش على الاعلان الرسمي للفرصة تعالى نبص على الاعلان الرسمي للفرصة اللي في كل التفاصيل. ده الاعلان الرسمي للفرصة هتلاقي كل التفاصيل هنا تمام? اسم المؤسسة او الشركة المدينة موجودة اخر موعد للتقديم تلات شهور المدة على الاقل تمام? آآ بيوضح لك كل التفاصيل السكن موجود هيكون في تعويضات مالية هيكون السكن موجود. آآ الحاجات اللي مطلوبة منك انك تعمل يعني آآ تستقبل الزبائن تأخذ المدفوعات كل هذه الأشياء. فده الاعلان الرسمي للفرصة. تمام? طيب خلينا دلوقتي نروح ليه التقديم? ازاي ممكن تقدم على الفرصة دي? هتيجي تضغط على كلمة تقدم العندي عشان يفتح معاك التقديم. ونركز يا جماعة ده التقديم تمام? هيزر معانا بالشكل ده. آآ الموقع ده اسمه تمام? والموقع ده عليه فرص مختلفة. آآآ فطبعا انا شرحت الموقع ده يمكن تلات اربع مرات سابقا. فما فيش داع اللي انا اشرحه مرة اخرى ويبقى فيه تطوير في الفيديو او تضيع الوقت. فانا احط لكم رابط فيديو سابقا كنت شرحت فيه هذا الموقع وازاي ممكن آآ تعمل على هذا الموقع وتقدم على الفرصة اللي انت عايزها. تمام? فانا اشرحت لكم المنحة وبالنسبة لشرح قبل كيشن التقديم هتلاقي في فيديو اخر موجود في صندوق الوصف اسفل فيديو وتتفرجوا عليها حشان تشوفوا ازاي ممكن تقدموا على الفرصة وتعملوا بروفايل على هذا الموقع. تمام كده? طيب نعمل تشيك سريع كده ان الفرصة دي بتشمل التدريب مجانا السكن الراتب شهري المصاريف النقل اللي هيتم عمل رحلات استكشافية. ممكن العمل بشكل رسمي لو انت كنت شخص ممتاز اثناء التدريب. كمان الميز الاهم الكورس لتعلم اللغة الاسبانية. وما تنسوش انه اخر معاد للتقديم واحد وتلاتين اكتوبر الفين وعشرين. فياريت تقدموا للفرصة اذا كنتم مهتمين بيها موهلين لها. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم في هذه الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.